لو حد قالك مش عارف أنجح في الحياة اوصف له الوصفة دي من ثلاث خطوات عملية نجحة بسم الله الرحمن الرحيم ناس كتير بتبعت شباب وبنات مش عارف أنجح في الحياة نفسي أنجح في الحياة وكل ما حط لنفسي هدف كبير معرفش حققه وأرجع أحبط تاني وأبدأ من جديد وأنا تعبان وحياتي بقت مليانة إحباط وصفة عملية مجربة من ثلاث خطوات والله ممكنة وسهلة وممكنة الوصول إليها بالتدريج وبالتدريب وحاجة بسيطة بس هي خبرة حياء اتعلمتها في الحياة وقارتها كتير في الحياة ثلاث خطوات الخطوة الأولانية حط أهداف صغيرة يومية قبل للإنجاز بحيث أنك تحط علامة صحة ما تنتظرش الإنجاز الكبير لغاية ما تحققه ممكن الإنجاز الكبير ياخد له سبع سنين ولا عشر سنين ولا عمرك كله تخيلوا فرقة كرة مستنية لما تاخد بطولة الكاس وترفع الكاس طب واليوم بيومه مش حاسة أن ده له علاقة بالشغل فيجي لهم إحباط وجه الكاس أو ما جاش الكاس طب الحل إيه كل يوم تحط هدف كل يوم تحط إنجاز صغير عايز تحققه أحافظ على وزني صح أروح الجيم برافو عملت جزء من الإنجاز حسب الهدف بتاعك اللي عايز تعمله أخد الكورس الفلاني برافو خدت الكورس الفلاني وانجحت فيه أعمل فيديو على اليوتيوب أقول فيه الفكرة اللي أنا عايزها فيديو واحد بس برافو مش أعمل قناة وعشر تلاف فيديو لا 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 تشتغل على الأهداف الصغيرة إنجاز صغير يتحقق في يوم أصحى الفجر الإسبوع الجاي برك كله برافو قربت من ربنا خطوة أحافظ على الذكر الإسبوع الجاي كل خطوة تبدأ فيها جون نجحت عملت إنجاز يعمل إيه في نفس البني آدم يعشق الإنجاز الإنسان يحب الإنجاز مع أول تجربة يتذوقها إنه نجح فيها حط أهداف صغيرة حققها تشعر براحة كبيرة دي الطريقة الأولانية عملية جدا الحاجة التانية كل ما تعمل كل يوم حاجة اعملها بأحسن ما عندك اختار حاجة واحدة كل يوم طلع فيها أحلى ما عندك منتهى الإحسان وإنت بتعملها ليه؟ عشان تحقق وتضمن وعد الله تبارك وتعالى اللي بيقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا فاتنم مبسوط جدا بصرف النظر حصل إنجاز ولا ما حصلش إنجاز ربنا وعد إن اللي يحسن العمل ربنا لن يضيع أجره ولا النهار ده أحسنت عمل ولا واحد ممكن تكون ركعتين ممكن تكون سجدة ممكن تكون شوية ذكر ممكن يكون تمرين رياضي ممكن يكون طبيخ كويس حسب أنت بتعمل إيه؟ ممكن يكون إرية كتاب المهم إنك تحط علامة صح ليه الهدف الأولاني عملت إنجاز وعملت بأحسن ما عندي إيه رأيك؟ وتبقى ضامن إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله الحاجة التالتة أو الخطوة التالتة الثقة في الله اليقين في الله ربنا اللي بيطمن الناس وبيطبطب على قلوبهم ربنا اللي قال لأم موسى ولا تخافي ولا تحزني ربنا اللي قال للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا يعقوب اللي قال لولاده ولا تيقسوا من روح الله موسى اللي الرجل الصالح قال له لا تخاف نجوت من القوم الظالمين سيدنا محمد وهو بيقول أبو بكر لا تحزن إن الله معنا يوسف وهو بيقول أخوه لا تبتأس إيه ده؟ إيه كمية الآيات اللي انت قلتها دي القرآن كله كده ما تزعلش ما تحزنش طول ما جواك ثقة في الله طول ما انت في خير ورحمة كبيرة طلت خطوات كبيرة حفظ عليهم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة